يا باي دونت بس بطريقة جديدة نخلي مي زبدة شكر ملح بدأ يغلي أضيف الطحين وأخفقها بسرعة نخلي العجين بالخلاط نضيف البيض بالتدريج نخلي العجينة بالبيتينج باك نسويهم بايبينج على شكل أعواد رفيع ونخليهم بالفريزر إلى أن نجمدون حليب أخليه لكوكو باودر وشكر ودخله بالمايكرويف أحميه زين صفارين بيض شكر ونخفقهم كل شيء زين إلى أن يدوب الشكر طحين النشا ونخفق ونضيف الحليب الحار نرجعه عن نار كريم باتيسيير صار عندي جاهز أخليه بس يبرد صوص البلوبري بلوبري وشوية شكر رشة صغيرة مي وعشون بدي يطلع لونة شوية أهرسهم بالخاشوقة صار الصوص جاهز نخلي أصابع الدونة بالزيت ونقليهم 8 دقائق ونخليهم بشكر وقرفة ونحشيهم بالكريمة ونفتحها بالقلاس ونحمره بالبلو تورج ونخلي الدونة فراولة بلوبري سوس رحيب رحيب اشتركوا في القناة